عايز ربك يصلح حالك اعرف دينا عايز دنيا يفتح حالك اعرف دينا عايز حكمة ورحمة وجنة عايز حكمة ورحمة وجنة عايز تجمع دنيا واخرة اعرف 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 دينا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ربنا والصلاة والسلام على الرحمة الله تعالى للعالمين نبينا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين وما تتدى بهديه محسنا إلى يوم الدين لكم تحية السلام الله عليكم ورحمته وبركاته رأيت الذي يكذبه بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين لقاءنا الليلة ولا يحض ولا يحض يعني ايه يحض قال السادة المفسرون يحض نفسه خلي بالدين ما يحض مندي ويحض وغيره يعني ايه يحض برضه يعني بالبلد عايز اجيبها بالبلد يتن وراه ما يقس أبلا أطلب بشدة اسمه حض يبقى انت تحض ابنك على المذاكرة ما تقوله الزاكر يا حمادة زاكر يا مونة وانت بتقطع الباصل جاء ادي له هاسة كده وقوله تاني بس نصيحة من خبير في الحياة وأستاذ أسدزة في العلم أما تقوله المرة التانية ما تغيرش صوتك عشان ما تكرهوش احنا تعودنا نقوله واحد قوم مش ويش كده المرة التانية ما تقوم مش قايم إنما الحض فن الطلب بشدة أقولكو عمود العلم بقى أن تذكر له ولنفسك الأول يعني الوعد والوعيد الله يعني اوعده باللي ربنا وعدوا به والرسول صلى الله عليه وسلم إذا تصدق وتوعده باللي ربنا توعدوا به والرسول صلى الله عليه وسلم يقوم تذكر له الوعيد ربنا حيخلف وما أنفقتهم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين قولي نفسك الكلام ده وبعدين قلولي وقلوا للأذر الآخرين يعني ما جاتش على كلمة وبتكلم من جنازي طب ما النبي بتكلم حبشي روى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال لأمت الله بانتقال سنة سنة يعني بيوتي يعني جميل جميل طيب ما علينا والهوى ما علينا والهوى في مقلتين وقلوا حديث رواه مالك في الموطأ ونقله ابن عبد البر في التمهيد بأن يوم القيامة حر جدا في ناس هتبقى في الظل من هم المتصدقون يقول صلى الله عليه وسلم يكون المتصدق في ظل صدقته حتى يحكم الله بين العباد ونبا أقوله تاني يكون المتصدق في ظل صدقته حتى يحكم الله بين العباد مين الآن الظل آه اللي سمر رجب شعبان ورمضان نا 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 وليس معنى ذلك الإقلال من قيمة الصلاة يكون في ظل صلاة الضحى الضحى لا وليس معنى ذلك الإقلال من صلاة الضحى أم المين اللي يكون في ظل في ظل صدقته وشو بقى الذين لا يتصدقون كيف أن الله قال فيهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة الإرش اللي كنت حطلعه حيجيلك إرش من جهنم لأنك بخلت به زكاة المفروضة أو صدقة تطوعية الإطعام ده أنا هقول لكم على حاجة دارت في ذهني طول النهار وأنا مستلقي عدت أستقرق القرآن الكريم كله وأنا مستلق متلقح يعني كده لقيت نص القرآن الكريم في الأكل والشرب تخيل فعول اللي بيقولولك على فكرة جاب ليه أنا كنت بستقرق القرآن الكريمة لإني باسمع ناس هي الحياة أكل والشرب التاني هي الحياة أكل والشرب شوف بقى آه بيسموا دي لغة الجسد لغة الجسد ما الركوع لغة الجسد الجسد يعمل كده يبقى راكع وتحط الراس على الأرض لغة الجسد سجود هي لغة الجسد كخة يا ناس اتقوا الله وأنتم بتكلموا على الأسدزة معايا فهنا الجماعة ديقولوا بالذات الستات اللي بيقولوا إيه هي الحياة أكل والشرب قول لها عشان ما جربتيش الجوع ده الخلاصة اللي أنا خلصت إليها بعد ساعة فكر ساعتين وبعد عمر طبعا اللي جرب الجوع يعرف أن الحياة أكل وشرب واللي إيه للقرآن يعرف أن الحياة أكل وشرب وإذ استدقى موسى القومي فأخونا ضرب عصاك الحجرة فانفجرت في الأعراف فانبجست منه اثنت عشرة عينا قد علم كل أناس ما شربهم كل وشربهم من اسقلاء ولا تعتقى في الأرض المبسدين وادخلتم يا موسى لنصبتنا على طعام طعام واحد فادعوا لنا ربك يخرج لنا ما تنبس الأرض من بقلها وقفتها وفومها وعلى ساعة وبصرها قال أستذلون الذي وأذن بالذي هو خير ونهيوته مصرا فإن لكم ما سألتم وفقال عمران ونبئكم بما تأكلون وما تدخرون في ذي بيوتكم فأولي النساء فانطبنا لكم عن شيء منه نفسا فكنوا هنيئا مريئا عدت أقرى الآيات كلها والأنعام بقى كله مما ذكر رسم الله عليه كله كله وفي الأعراف بقى كونوا واشرفوا من رسق ربيكم ولا تصرفوا إنه لا يحب المصرفين وحتوقفنا على الكلام هدى ما قدر شاركينها على التلفور ست هدى وعليكم السلام ورحمة الله كل سنة كل السنة كل السنة أيها الله وانت وجميع من يشاهدون الله يخليك يا دكتور مبروك أنا ودتي متوسفية من خمس سنين وأنا كنت براعيها والآخر لحظة كنت ببوش رجلها يعني الله يرحمها كنت بعملها معاملة كويسة جدا ممكن ممكن وانت أول مكالمة وأنا باستبشر بالأوائل أخذ 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 ثانية واحدة أتفضل ما هو أنت مش أنت ما هو ممكن واحد أو ابني أخليني في الضنايا في حتة مني أولادي حتة مني وممكن يبوس إيدي ولا ينزلش يشتري لنوص كيلو خيار من السوء أمم كنت بعملها كل حالة إحنا شبعنا بوس لا كنت بعملها كل حالة آه والنبي يعني أنت نما تقولي لي كنت بخسر لها هدمها وكنت بعملها لقمتها وكنت بأكلها وكنت بأكلها بالراحة وبهدوء وأقولها سمي يما سمي سمي باسم الله الرحمن الرحيم بما جري عافية يما 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 إيه لحيطة دي كمان عشان خطر عيون هي كان بتقولك زمان عشان خطر عيون ماما واخذ بارك إزاي تبوسي وقالت لأخير لحظة أنا رد عليك الله أكبر الله أكبر بشرى ربنا يبشرك وجميع من يشاهدنا بالخير اسألي بقى سؤالك سؤالي أنا مش عارفة أنساها حزينة عليها حاضر أجاوبك وأقولك إن إحنا كل موتانا اللي فناهم معظمهم إن ما كانش كلهم عزيز علينا ومعزة اللي راحوا بتكسبنا أحزانا يذهب من حزننا هذا أمران جوزة هو مش سياحة كلام كده من غير فايدة آه صحيحنا داخلين متأخرين جار علينا برضو تامر به النهاردة لكن معلش أمران الأمر الأولاني الصبر والأمر التاني اليقين إن إحنا حنحصلهم يعني هم سدقونا ربنا يجمعنا بيهم في مستقر رحمته آمين آية محمد بي صلاح أم هاني سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ربنا يسترك لو سمحت عندي ثلاث أسئلة الله يبارك لك واحد هل ممكن الاستبراء من البول بالمنديل بس ولا لازم استخدام المياه ده هقولك على حاجة كويس قوي كان الأنصار يتبعون الحجر بالماء فنزل فيهم قول الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المطاهرين فإتباع المنديل بالمية أكمل أما لما المنديل حينضفوا خلاص وانتهت الحكاية العبرة مش باستخدام إيه من أول الحجر للمنديل لأي حاجة حديثة مفيش مشكلة المهم زوال أسر النجاسة يجي المنديل الأول وبعدين المية لإن المية أحفظوا حاجة في الشريعة أحفظوا حاجة في الفقه الإسلامي المية الأساس الأول في الطهارة يليها الطراب وزيك شرع الإسلام الوضوء بالماء فإلا ما يقدر على استعماله أو كان في حاجة إليه تيمم بالطراب فليزيل النجاسة أهلا وسهلا به السؤال الثاني لو أنا بصلي ومثلا نسيت الترتيب في الآيات وفي الصور وقلت بسا ماذا إذا جاء نصر الله والفتح نسيتها وقلت كل أعوذوا رب الفلا لسه ما كملتش الآية رجعت تاني إذا جاء نصر الله والفتح هل ده يبطل الصلاة رمره ما يبطلها إلا القرآن الكريم إذا أخطأ وكان في جماعة يرد اللي وراه تذكر وناسي نسي وتذكر يعود لما تذكره في القرآن الكريم السؤال الثالث الله يبارك لك يا دك ممكن لو أنا في حكم اتأخرها سوية في صلاة الفج أصلي الفرد الأول قبل السنة عشان ما يدعش علي الفرد ولا أصلي السنة لازم الأول وبعدين الفرد إذا كان الركعتين ممكن نبتدي بيهم قبل الشمس ما تطلع يبقى أجيب الفجر الأول وبعدين أجيب السنة بعد الصلاة لأن وقت الفجر ممتد لحين كله الشمس الله أكبر تكبيرة الإحرام أو ركعة تكبيرة الإحرام أو ركعة والشمس تطلع وانا في الركعة التانية يبقى أدركت الفجر أما إذا كان الوقت فيه مرتسع يبقى كما كان يفعله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين في حجرته قبل أن يخبج إلى أصحابه حتى إن أم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول هل صلى بأم الكتاب من سرعته في صلاة السنة في صلاة السنة يصليها بسرعة وبقول يا أيها الكافرون في الركعة الأولى قل في الله أحد في الركعة التانية معنا مين محمد به؟ بسمة هانم ألو ألو السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيوة أنا معيك عندي والدتي متوفية الله يرحمها وعندي أخت وعندي أخت شائتي وعندي أخت تانية مش شائتي مش شائتك من أبوك ولا من أمك من أبويا طيب فأنا حصلت لي ظروف جوزي خسر فلوس كتير يعني الشغل وكده فبابايا كتب مبلغ كبير بإسمي في البنك تمام لا مش تمام طيب أكمل كميل الموضوع ده أخد فترة وبعد كده أنا طلبت يعني قلت البابايا أني أنت لازم تعدل عشان أخواتي ما يزعلوش مني فعطى الأختي اللي هي مش شائتي وأختي اللي شائتي دي عشان كانت تعبها شوية يعني مش شغبة حبتين فقال لي لأ أنا هبقى ديها بعدين يتي مش عليكي أي زنب لكن هو أعطاني بحجة أو عشان خاطر ما حسش أن أنا يعني نقصت في الحال يعني فأنا حيث أن أنا حس بالزنب من ناحية أختي اللي شائتي دي ومش عارفة الصراحة أعمل إيه المفروض أن أنا أعمل إيه أبوكي المفروض يسوي بينكو في العطاية ويؤثر صاحب الحاجة يعني يزود بس أنا حت في الحتة الأول كتب حاجة باسمي عشان جوزي يمر بمشاكل أنا أنصح كل أب بنتك المتجوزة جوزها في مشاكل ودي لها لحمة ودي لها فرخيتين ودي لها ثلاثة كيلو بصم ودي لها تاكل لكن تيخد لكشة وطرح تعملها لها في البنك وتسيب بقيت أولادك بقيت ظالم بس بس ثم محمد بيه يا إبراهيم بيه تفضل يا إبراهيم السلام عليكم يا دكتور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من فضلك يا دكتور كان عندي سؤال بس يعني سؤال طويل شوية أنا دلوقتي اشتريت موبايل من بارة من أمريكا كان حد مسافر هناك وطلبت أنا الموبايل عن طريق الويتسايت بقى الشركة ودفعت الفلوس المهمة حصل غلطة من الشركة وسحبوا الفلوس مرتين فأنا عملت شكوى في البنك وعملت شكوى في الشركة فالفلوس رجعت مرتين والموبايل جاي يعني كده كييني مدفعت فجر فدلوقتي تواصلت مع الشركة بره أكتر ممرة عشان ياخدوا الفلوس تاني من طبعا أنا دفعت بالدولار فتواصلت معهم أكتر ممرة بالإيميل بالتليفون عشان ياخدوا الفلوس تاني وقلتلهم طبعا إن إحنا عندنا في مصر في قصة تعويم وقصة إن العملة مش متازنة شوية فولا مرة أكشن التاخد وأنا بصراحة حاسس بزن بشوية من الموضوع ده خلص السؤال طويل؟ آه معاليك تصدق بثمانهي مش هزود عن كده تماما يا شكرا إسراء ومعراج آلو آيا إسراء إزاي حضرتك؟ ربنا نسترك دلوقتي في مشكلة وكده وعايزك تدقلنا وكده علينا ديون كتير أشكرك اللهم نفس كربة كل مكروب وفرج هم كل مهموم وقوي عافية كل ضعيف أدحكه مرة واحد دخل على الإمام الشافعي وهو عيان فقال له قوى الله ضعفك كان الإمام الشافعي ضحك قال له ابتدع علي يا ما ابتدع ليش قوى الله ضعفي يعني ضعفي لو كان 50% يبقى 90% ما قدرش أتحرك قول قوى الله عافيتك معانا محمد بي صلاح تاني أم ميادة فقال داليا ست أم ميادة أيها الدكتور إزاي؟ ربنا إستوريك وده سانت طيب كل السنة وانت طيبة حطه ألف ولان بس أنا عندي سؤالين ممكن تسمعني واحد أنا معي أربع بنا معي أربع بنا ربنا يخلي والزوجة متوفي الله يرحمه وعندي سقة بالضغط والجلط ربنا إيش فيه أول حاجة جوزت بنتي كبيرة طي والحمد لله أنا عايشة كويس كويس وبنتي التانية لها كبيرة رسل اللي وراها اتجوزت وتوافت صحيحة دقائم الله يرحمها واجعلها في مزانك ومزان أبوها مثبت ولا زيبان مثبت ولا زيبان مثبت ولا زيبان وجوزت جاوب وزان بس كل أسبوعين كل أسبوعين يجب لي العيل هشوفوا كويس الضربات انا ما بتجليش في الحلم خالص لسه صفة ما بتجليش خالص ودموعي ما بتسكوتش عليها خالص الايه اللي ما بتسكوتش عليها؟ روح ايه؟ دموعها ربنا يزيدك صبراً وإيماناً وليسه قال دلوقتي من شوية الأعزة الأحبة لما بيموتوا يقوين على رحيلهم أمراني الصبر واليقين إن إحنا رحيل لهم والله العظيم كل شيء هالك إلا وجهه إحنا رحيل لهم معلش أنا حقولك بس على نصيحة شوفوا البخاري عليمين يقولوا بالحرف الواحد الرؤية بشرة من الله إن كانت خيراً وتخويف من الشيطان إن كانت شرة وحديثه نفساً يعني إيه الجعان بيحلم بسوق العيش فإنت كل ما بتجيب سرتها بينك وبين نفسك مش هتقولي تعملي منشورات بينك وبين الناس حتشوفيها في المناة لإن الرؤية حديث نفس خلي نفسك تحدثك بس بيها كتير ودعلها بالرحمة والمغفرة وإنت تشوفيها معانا مين حمد بيصلح هنقضت واصل ونواصل فانتظرونا من أرأ أحفادي مريم بنت بنتي سلام الله على مريم وكل من تسمى باسمها معانا مريم نقول ألوه أيوة نسي حضرتك يا شيخ الله يسترك ربني بارك في حضرتك يا رب كنت عايز أسأل حضرتك سؤال قد لي يا شيخ لو سمعت شقة اللي هي بتبقى في الإسكان أو تبقى الإسكان قال ده يا تربة تحبنت الربة لا لو ده سؤالك الإجابة تمت البنك المخصص للإسكان يقصت يزود ينقص بيع وشيرة قائم على التراضي ولا فيها ربا ولا يربوشا أنتو عايزين تطلعوا الربا في كل حاجة وتحملوا نفسكم زنوب أنتم الأحراء الروم ممكن أقول بقى كم كلمة لامحمد بي معنزل في فناك كتيرة معانا مين إبراهيم بيه يالله ماشي خلينا في الآخر نكمل موضوعنا زي مبارح إبراهيم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أزاي حاطب أصوله؟ ربنا يجبر خطرك يا رب أنا وانت يا رب ليه سؤال بعد إذن حضرتك أنا ست إخوات قاعدين في بيت واحد وقاليت الشقة بتاعتي آخر دور من المال الخاص كله والدي كان عايش بس كان مسافر فلما رجع توفاه الله الله يرحمه آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين فأخواتي طلبوا مني إن الشقة تتقش تأسيم ورس شيء اللي انت صرفته من أول بناها واللي يخش ورس الهوى الهوى اللي في آخر دور هو إذا كان ينفع يتقسم مراس قسمه مراس انت لك اللي بنيته بتاعت كل واحد عمل حاجة ياخدها فهو انت بنتها من الألف لليه بقت شاقتك مدام صاحب الملك وهو أبوك كان راضي وكان موافق انت انتفعت انتفعت بمساحة كم ممكن هم ينتفعوا بيها اعوذوا مع بعض واتفقوا كم يرضيكم عشان تحسوا لكن الميراس اللي تاخده هو اللي تركوا والدك الله يرحمه الوالد لم يترك شقة ساب البيت البيت بينكم بالميراس اللي عمل حاجة ياخد تمنها يتفرد تمنها واحنا بنوزع المواريس بنا وبين بعض شكرا يا إبراهيم أم أحمد ألو ألو أيوة ستي السلام عليكم يا دكتر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام وحضرتك طيب وحضرتك كل السنة وانت طيبك زودوا ألف ولام تدخلوا الجنة والله أنا بحب حضرتك جدا يا أكتر الله يكرمك أنا بس الحمد طلب لحضرتك هو طلب بس مش أكتر وأمري نفس حضرتك بس تدعي لأولاد الصغيرين إن هم شؤاي جدا إن ربنا يهديهم الله يهديهم وممكن يكونوا حلوين جدا وانت متخيلة إن هم شؤاي تاخذ فكرة غلط عنهم تسيء معاملتهم وهم عاديين جدا دايما الأب والأم عايز ابنه على أكمل صورة فلو هزه هزه يقول له تعفرت رجبه إبليس يلا نروح الدجالين ونقوم معموله عمل وكلام وحش قوي بالذام الولد عادي بيتحرك في المعقول بيتحك في المعقول بيتنطط في المعقول بيلعب في المعقول وإليه يبقى مريض نفسي وإليه يبقى مريض نفسي فإحنا يعني وربنا يصلح حالهم ويجعلهم لك من الزرية الطيبة آمين جميلة يا جميلة أيوة أؤمري أيوة يا دكتور مبروك أؤمري السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا من متابعين حضرتك على طول يشرفني حجة أم أحمد من دمانهو يشرفني وأهلا وسهلا بكل البحيرة الله يخليك يا دكتور مبروك لنا عايز أسأل حضرتك سؤال فضلي أنا بنتي كانت متزوجة من 2010 يعني قبل 2010 أنا كان عندي ملكي يعني وبعدين اشتريت لأولادي شؤة واشتريت لها شقة بإسمها مش هي يا بنتك بكل فلوس يعني مش هي يا بنتك أيوة بنتي ما أنا حقول لحضرتك لا أمري إشمعنا 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 قلت أولادي وقلت وكتبت لها كأنها بنت الجران لأ معاك فلوس كتبت لكل واحد من عيالك شقة كتبت لكل واحد من عيالي شقة بما فيهم الأمورة أيوة بنا فيهم بنتي أيوة فلما جيت لخلصت دفع تمانها زوجها إيه جي للتشتيب وسعيدني في التشتيبها بعد كده وكان ليه بيت زوجية طبعا ليه هو شقة يعني كانت متجاوزة فيها جيت بعد كده حصل اختلاف معها بنتين هي وحصل انفصال بعد ما طلقت أنا جبتها عندي وقعدت في شقةها وبنصرف أنا أيما بمصوف البنات من كانوا في ابتداء يعني دلوقتي هما في سنوية في الجامعة هو بيتكلم لما يتكلم بيطالبني بالمبلغ اللي دفعوا في التشتيب ده معي أن أنا بصرف على الأولاد مدارس وكليات وكل حاج فهل هو يحق له المبلغ أيوة 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 يحق له هو يحق أن يطلع عينه في مصاريب بناته ما أنا مش عارس أطلع عينه لأنه ممتنى ما نخلطش الورق فيه بوليس وفيه نيابة وفيه قانون يا جدعان فيه قانون مر على الأزهر وعلى الشريعة الإسلامية وبيحمل مجتمع وفيه ناس سيدنا عثمان سيدنا سقعه بقى عم أرفعي قضيتان تزودي وزي ما قلت الحضرك وبقول وحقول إلى أن ألقى الله الحياة كلها مبنية على الصبر القانون عم الله خمسمية فيه قضية تانية رفع الزيادة واصبر والتانية تجيب التالتة وطول ما احنا عايشين لن نعرف اليأسا أو بعدين فيه حتة موجهال مني أنت لما سعدت حماتك في بناء شأت مراتك كنت ناوي إيه المبلغ ده هدية يبقى لا تكن كالكلبي يقيق ثم يرجع في قيقه اللي يطرشه يبلعه تاني شوف النبي سيدنا محمد الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيقه فلا تكن كلبا الحاجة التانية إذا كنت مديها سلف ودين من حقك تطالب لكن من حق أي واحد يرجع في هدية ويبقى كلب يبقى خنزير يستحمل على نفسه اللي يبقى بقى لكن مش حرام الرجوع مش ممنوع مش حرام ده هو تشبيهه بالكلب يحرمه ولو التزلنا بقى بمنهج الفقهاء نقول مكروه كراهة تحريم أو كراهة تنزيه نزه نفسك على أن تكون كلبا فلا ترجع في هديتك أما أنت حضرتك فالحق أنا لا يسأل يا ستادي إيه مبارح الإسلام دين الحقوق الحقوق الديني حقي واخد حقك بكل أدب وكل شياكة وجمال حلوة كلمة شياكة لي أستاذ أحمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل عام وحضرتك بخير كل العام وحضرتك بخير وأسأل الله العظيم أن يشفيك ويرجع في العفو والعفو جميعا يا رب جميعا يا رب ههدت عليك يا شيخنا أن حضرتك من أصحاب القضايا في الدين الإسلامي الله يكسرك فأنا أسأل الله العظيم وأقسم عليك باسم الله الأعظم أن تتولى قضية مهمة جدا في حياتنا ألا وهي ألا وهي قضية وهي فندم قطع الأرحام أنا راجل انفصلت حصل خلاف أنا غلطان هي غلطانة انفصلنا وهذا قضاء الله لكن لا يجوز أن تقطع الأرحام من طفل لا يعلم شيء في الدنيا من عمه أو عمته طبع لا يجوز قانونا إلا أن أنا وأمي وولدي أن احنا نرى الطفل في قضية اسمها قضية الرؤية أيها لكن العم والعمة وأبناء العمومة لا يجوز لهم رؤيتهم هل دا يجوز في ديننا؟ لا 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 يجوز لا يجوز هل القضاء المصري لا أنا 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 عشان أفضل دقايق وادخل في القضاء وأفنن أبقى راجل جاهل القضاء له مشروعيته وله نصوصه وله روح نصوصه وقضاءنا نبنى واحد في الوجود وفي الدنيا وزي ما قلت من دقايق ما فيش قانون قال لي العلامة الكبير الأستاذ دكتور عبدالله مبروك المجار وعضو مجمع البحوث الإسلامية والفقير الكبير جدا أقسم لي بالله في جلسة كانت بينا من كام سنة بأن القوانين اللي بتجينا بنفليها عمري من سهل هذه الكلمة لأن أنا ابن أرياف وهو ابن أرياف وعارفين نفلي يعني إيه بنفلي القانون أنا قدر أنسى الكلمة دي إلا إذا كنت جاه حدا أو واحد من اللي بيسمعه من هنا ويخرجه من هنا برضو كان زمان يقولك بيسمع من هنا وخرج من هنا أنا تورتها قلت بيسمع من هنا ويخرج من هنا ما بيسيبش مسافة لغاية ما ما يوصل للودة التانية بقى أنا كلمة أحترمها وأقدرها وأعرف ما وراءها من جهد لعلماءنا في مجمع البحوث الإسلامية لما الدكتور عبدالله النجار قال لي والله إحنا بنفلي القانون فيجب يكون عندك ثقة في إن هذه القوانين فليت من مجمع البحوث الإسلامية وإني لها نصوص ولها روح نصوص وحاجات كتيرة جدا وبعد إن فيه نقطة تانية بقى بتاعت مبروك عطي هو العم أو الخال لو ده شال لعبة وده شال تفاح وراحوا للواد حد حيطردهم بقى الكارتونة مش جدته الأرشانة نفسها تشوف الكارتونة فيها إيه مش همه اللي اقتلقيت الله أعلم بالحقوق والواجبات نفسها في تفاحة أهلا يا حاج اتفضل يا أخوي عنا تيقوت إنما عايزين نشوفه أنا إيه السقايل من نوصة ساعة ما بوسش إيدي هات الخيار الأول هات اللي نفسي فيه بسرحة دي فكر نفسي في الخيار أنا ما نفسيش خيار ولا حاجة أسماء والله روح علي في البيت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت كنت عايزة أسأل حضرتك أنا عندي واحدة قريبتي ابنها مدبن للأسف وهي عليها ديون كتير وبتستخدم البيزا طبعا تسترف على ابنها وبعندها بنت مطلقة وطبعا هي كل شهر بتتزنق أو كل فترة فهل دي يجوز عليها إخراج زكاة أو دفع ديون من اللي عليها جداً أو سداد الفيزا عشان تعيش جداً جداً ويمكن حتى الفيزا بالرغم إن هي بتسحب منها جداً بتسحب جزء منها للأسفل والله هي الجباة حمص أنت سمع كلامي ما فيش داعك أفضل بالكلام أنا بديها أنا 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 بنيتي أنا أو عندي علاج قلت في هذا البرنامج على قناة النهاري إعرف دينك وهو إن أنا أعمل لها مواد تامونية إذا الوقت خالها بقى وراح باعها واشترى بها هباب هو حر المهم أنا أجتهد وبمناسبة الاجتهاد خليني بقى شوية بعد 30 تليفون أقول إيه أقول بعد هذا الفاصل كلمتين في العظم في العظم وحقنا في الوريد فانتظرونا بعد هذا الفاصل أرحب حضرتكم بالعود الذي أرجوه أحمده ومعايا عالي من المملكة العربية السعودية ألو سعنا يا دكتور زي حادتك والله أنا فرعا جدا اللي بتطهل مع حادتك الله يفرحك وزيدك فرحا بس كنت محتاج أخذ رأيي سيادتك في حاجة فضل أنا الحين مخترب في المملكة العربية السعودية وأهل بيتي في حاجة اللي اللي أنا أرجع خلاص أعود أنا مخترب بقى لخمس سنين كنت اختربت الفترة معينة لأنا أحاول أعمل مستقبل لنفسي كريش لنفسي حياة لنفسي فالحمد لله أنا يعني الحمد لله فضل لله وصلت لله أنا محتاجه وقدرت أجمع مبلغ بسيط وأهلي محتاجيني لننزل معهم محل أنا بأخذ رأيي حادتك هل أمزل أستقر واستأهلي وخاصة حضرك عارف الظروف الاقتصادية اللي فيها البلد ربنا بسبب الأوضاع اللي حوالينا وربنا يا ربي يفكر القرب عن سائل بلدنا المسلمين جميعا فقدت أنا معي مبلغ كنت ناوي إن شاء الله أنزل أحطه في البنك وديعة وعيش منه هل حضرك تنصحني بأي هل أعمل إيه يعني اللي أنت قولته ده آخر حاجة أنت قولته أنت حضرك دكتور تمام كده يعني إن شاء الله طبعا في بداية البخاري في بداية البخاري يا علي أشكرك على اتصالك وربنا يهون عليك ما باقي ويسعلك فيما هو قات في أول البخاري أصحي كتاب بعد كتاب الله رغم أنفذ أطفال أول بخاري حديث أبو هريرة حديث أبي يعني يقول فيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى أحدكم نهمته ومن غربته فليعجل بالرجوع إلى أهلهم تعالوا بقوا بيع جرجير بيع حمص أنت خارج مسافر عشان تعمل شاء عملتها ارجع أنت مسافر عشان تعمل أنت تجيب عربية جبتها ارجع لو فتحت الدنيا العربية عايزة تريلة والتريلة عايزة قطر سيكة حديد مش هتخلص نعيش ونغد لحاجاتنا وحاجات من عاش لا تنقضي عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كفاية أستاذ والله يعني احنا قدامنا بآي عايزة أقول فيهم ولا يحد على طعام المسكين وأن كلام العلماء يحد من القضايا اللي هي زي الراجل ما قال لي يتكلم عن قضية صلة الأرحام من القضايا التي ينبغي أن ينشغل بها سادته العلماء وأن ينشروها ليه فيه في هذا الدين لغة خاصة تتطلب مزيدا من الجهد الموست أو بيبور مش عايزين مزيد من الجهد عايزين كل شي على أي شي شوفوا الكلام اللي بقوله ده ينفع 13 دكتوراه الرغة في القرآن الكريم اللي بتدل على أن يبذل المسلم أقصى ما لديه من طاقة ومنها الحظ دق الحظ على إطعام المساكين لنفسك أولا وعلى فكرة التعبير القرآني يحض ما يجيش إلا إذا كان ربنا سبحانه وتعالى يعلم مدى حب الإنسان للمال لأنه محتاجي الحظ عشان يطلعه وأنا قرأتي لي الإمام صاحب بهجة النفوس ابن أبي جمرة عليه رضوان الله اختار فيه مجموعة من أحاديث البخاري وشرحها وسمى كتابه بهجة النفوس عنوان جميلها بهجة النفوس أنا يمكن الوحيد في القاهرة أو في مصر بحالها لعندي نسخة من هذا الكتاب لأنه كنت الزمان بلقط الكتب النجرة واللي موجودة في صورة أظهر زمان الله يرحم زمان بهجة النفوس يقول بالحرف الواحد كده السطر الأولاني على الصفحة العليمية والذكاة تخرج من البخيل كما تخرج روحه من جسده ومن ثم قال الله تعالى وَمَنْ يُوقَ شُحَ نَبْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْرِهُونَ تعرفين بعض السادة الأفاضل المعاصرين من العلماء مع كل احترامي للتراب اللي بيمشوا عليه إنه مش كلام إعلام ده كلامنا مؤمن به احترامي العلماء من الدين لكن سبحان سبحان من يعطي هذا ويعطي ذاك ويفقه هذا ولا يفقه ذاك الأمر كله ما رده لحبات ربانية بعض السادة المحترمين اللي أنا بقوا حي وأحترم ترابع رجليه موقفش كتير عند الكلمات دي بدليل إنه قال أكتر من 200-300 مرة إنه في أوصياء يعني هو بيعتبر الشيخ اللي بيلح وصي على البنيات هذا العالم المحترم أنا بقوله ما هو يحض دي محتاجة لما تشوفي أنت واحد بيحض تقول إيه أنت واصع عليه آه واصع عليه والمؤمنون والمؤمنون لبعضهم أبواء وبعض مش هي القرآن حض نفسك الأول الأول لفيرست بجين يورسل الأول ابدأ بروحك ابدأ بروحك وليه طلع يا مجرمة طلعي عشان تبقى في ظل الصدق يوم اليامة طلعي عشان ربنا يخرف عليك طلعي الراجل مش لاقياكل قول الكلام دا لغيرك بعد ما تحض نفسك أنت لو ما حدي بقى قوليت واحد ده أنا فكرة يامك كتير جدا أنا فكرة ولا يحضوا بقى لما لقي الناس دي كده وأنت أكيد شفتوهم زي حالاتي ما أنا ما بشوفهمش في السر يعني يقول له سلامة حبيبي نبي بقى شوف الراجل ده بحض بقى حض ده بزمتك ونبي بقى خلي بالك رضي يعني يلا زمو عليكم بقى حض دهي الشيك بيشيك يغمعنا بتعامل مع قرآن طب حقول لك سؤال فوزير والله سؤال فوزير ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن اشكر والديك ولا قال ولوالديك يعني بلاء عشان نجيبها السؤال ماشي اشكر والديك ولا اشكر لوالديك أنا عايز الإجابة بسرعة لوالديك جاتني من كنتم ايه الفرق بين الاتنين اشكر والديك اللي هو اجيب بنص كيلو الخيار وبعدين اقوس الإيد اشكر لوالديك ألاقي الخيار جنب منه تماطم ايه ألاقي اماما كاني بتفكر في الحزام ده كانت بتفكر في الجاكت ده اه واروح وارجع تاني واروح وارجع تاني بذل اقصى الجهد في اسعادهما والعمل على راحتهما ده اذا اطوره واقول هو انت كنت عابدة عندهم لا هو قال اشكر لي ولي والديك جعل الفعل متعديا باللام يا جماعة في الأعراف ونصحت لكم مش عايز اقولها بالعربي يعني فيه فرق كبير بين نصحتك ونصحت لك نصحتك قلت لك ومشيت نصحت لك قعدت على قلبك لما تعمل ابقى واصي عليك يا عم العلامة يا عم الدكتور أوصياء ايه ما حدش واصع لحد فيه لغة فيه افعال في القرآن الكريم تتطلب من المؤمن المعتقد بالله انه يعمل الحجاب فريضة وهي وقاة مزاجها بقى تتحجب تتحجب ما تتحجبش ما تتحجبش وتسلم عليها وتبقى راضي عنها زي ما كنت راضي قبل تقول لها الحجاب فريضة باي باي يا كاتكوت لا تحرضها لا إله إلا الله بس فيه فن التحريب فن الحض زي ما قلت في بداية هذا اللقاء انك ما تقولش المرة التانية بنفس الفويس بتاع المرة الاولانية لا تتطفشها وكرها لكن لما تقول الستر نعمة يا أخوانا أخوانا فيه حديث بمناسبة الستر واحدة حديث مشهور وفي الصحيحين وكل كتب الأحاديث آه يا عوال ربي نحاول الحديث جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم وقعت له بيجيني صرع وبتكشف قال لها أدعي لك ولا تصبري وتدكولي الجنة قالت له أصبر بس يدعي لي ما تكشفش فدعالها فبقى يجيلها الصرع ولا تنكشفش الستر دقيمة عالية شو بسنت عايزة إيه يجيلها صرع بس ما تنكشفش عشنا وشوفنا الكاشف بقى طبيعي وشاء أشياء كثيرة جدا يدينا ربنا تنطل عمر ويبلغنا رمضان ليفقهنا في ديننا وبحوش نجل عزة تنطلقوا قلوبه وصقوا الطبع من لين يدوبوا فقل المسرفين ألا رجعتهم فإن الله يقبل وين يتوبوا ورحمته الأوسع من خيال إنه لو كترت من عبد الدنوب ومن تحية وحتى ألقاكم لكم مني خالص ومدعاء سلام عليكم الله 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 يا الله 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 يا الله عايز ربك يبقى في صفك تعرف دينك ولما تنادي تلاقي جملك تعرف دينك عايزه دايماً يرفى أدرك تعرف دينك تعرف دينك الله 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 يا الله 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 يا الله الله عايز ربك يغفر زنبك تعرف دينك عايز دايماً يرتاح قلبك تعرف دينك عايز سيدنا النابي يحبك تعرف دينك تعرف دينك تعرف دينك تعرف دينك تعرف دينك تعرف دينك تعرف